من ضمن اسئلة ازاي يدخل في مجال الديجيطال ماركتنج من كلية الاعلام وهل في كورسات للتسويل الالكتروني عشان اجرب الموضوع عملي تدخل المجال ده انك اولا تتدرب في شركات تدي ماركتنج تعمل سيرش على الكورسات الاونلاين او حاجات على اليوتيوب بيعرفك ايه هو الديجيطال ماركتنج الحاجات دي هي اللي تفهمك الموضوع على الارض الوضع ازاي تدخل وتدخل المجال سواء من كلية اعلام او من كلية تجارة انك تتدرب في شركة بتدي ديجيطال ماركتنج او تشتغل في شركة بتديك ديجيطال ماركتنج عشان تدخل المجال ده للاسف هو الطريق الوحيد وفي ناس ممكن تدخلها من طريق انك تدخل حتى سوشيال ميديا مودريتور والحاجات دي وفي الشركة دي اكيد عندها ماركتنج جديد فبتدخل على هذا الاساس فواحدة واحدة بتبدأ المجال ما في الاودان متاح تشتغل يا سيدي كول سنتر ويبدأ هذا وبعدين انطلق الى هذا الموضوع ولكن ده بيكون الدنيا في الاغلب بيمشي بهذا الشكل اه طبعا طبيعا انك هتلاقي منافسة عالية واتجد حاجات كثيرة ولكن لو لقيت اي شركة اي مكان ان شاء الله حتى انت لا تدفع فلوس يا سيدي تتدرب ويدك متين جنيه ميت جنيه مش مهم ولكن في سبيل انك تتعلم الشغل العملي اهم بكتير من الجزء النظري هل في كورسات في حاجات كثيرة عمل على جوجل وعلى يوتيوب هتلاقي حاجات كثيرة جدا وفيديوهات تقدر انك تشوف الموضوع بشكل عملي هما بيشتغلوا ازاي وبيعملوا ايه ولكن مهما هتلوف مهما هتعمل كمان هتديك فرصة كويسة ولكن هتلاقي فيها منافسة عالية فقدم عليها مش بقولك لا ولكن خلي بالك ان فيها منافسة عالية ورحمينا ونفقك وهتبلك كل خير بازن الله وطفيق